اشتركوا في القناة الحصول على الزبيب من خلال تجفيف العنب اما في الشمس او عن طرق وضعه في مجففات بحيث يتحول الى اللون الذهبي او الاسود قد يبدو مظهره مجعل ولكنه واحدا من افضل الوجبات الخفيفة في رمضان يمكن ان يكون الزبيب بديل مناسب للحلويات والشوكولاتة باسابعة ان له طعم حلو ولذيذ يدخل ايضا ضمن تجهزة الكعك الفطور وكذلك الاطباق اللذيذة فهو مصدر رائع للطاقة يستخدمه الرياضي كمكمل غذائية ولا يمكن تعويض الزبيب كعنصر عضوي ضمن الفواكه المجففة تشمل الفوضة الصحية للزبيب الاغاثة من الامساك الحموضة فقر الدم الحمى من المعروف ايضا ان الزبيب يساعد في محاولات زيارة الوزن بطريقة صحية فضلا على ان له تأثير ايجابي على صحة العين والاسنان وهذا ما يجعله من افضل الفواكه المجففة التي يمكنك استخدامها في شهر رمضان الكريم اسرور تناول الزبيب في رمضان هل لازلت غير مقتنع باستخدام الزبيب كوجبة خفيفة في رمضان اليك بعض الاسباب غراء استخدام الزبيب في رمضان يساعد على تحسين الهضم اضطراب الهضم ومشاكل الجهاز الهضمية بصفة عامة من المشاكل الشائعة في رمضان بسبب ان هناك مجموعة من المنتجات الغذائية التي يصعب هضمها لذا يوصل اطباء بتناول بعض الزبيب حتى يحسن الهضم يحتوي الزبيب على الالييف التي تحسن عملية الهضم وخصوصا عند نقعه في الماء يساعدك على هضم الطعام بشكل افضل ومن المعروف ان الزبيب يمكن الجسم في التخلص من السمهما بناء الجسم اذا كنت من الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على القليل من الوزن بطريقة صحية يمكنك القيمة بذلك عن طريقة اسهلك كمية مناسبة من الزبيب كل يوم يحتوي الزبيب على الفركتوز والجلوكوز وهذه العنصر تعطي دفع قوية من الطاقة تمكن الجسم من اداة تدريبات لازمة وافضل شيء هو ان الزبيب لا يحتوي على الكورسترول حتى تتمكن من زيرة كتلة الجسم بدون الخوف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ومستوية السكر في الدم حتى ان بعض الاشخاص يرغبون في انقص وزنهم باستخدام الزبيب لانه يحتوي على الالييف التي تزيد من الشعور بالشبع وبالتالي عدم تناول كميات كبيرة من الطعام وبذلك عدم الافراط في الطعام الذي يعد احد الاسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن يساعد عليه خفض الدم هل تعاني حاليا من ارتفاع ضغط الدم؟ بالطبع تحتاج الى التخلص من هذه المشكلة في اسرع وقت وبصرف النظر عن مراقبة الطعام الذي تأكله يمكن ان يحدث استهلاك الزبيب العجيب لضغط الدم يعتقد الكثير من الخبراء ان السبب في ذلك هو ان الزبيب فاعل جدا في خفض ضغط الدم بسبب مستويات عالية من البوتاسم التي يمكن العثور عليها في الزبيب وهذا يمكن ان يساعد في الحد من التوتر في الاوعية الدموية والسميح بتدفق الدم بحرية في جميع انحاء الجسم والتي يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي عموماً منع فقر الدم يعاني الكثير من الاشخاص من فقر الفيتامينات اللازمة لتشكيل خلية الدم الحمراء يمكن ان يساعد الزبيب في حل هذه المشكلة ليس فقط لان الزبيب يحتوي على فيتامين باء المراكب ولكنه يحتوي على الحديد والنحيس وهذه العنصر تساعد في منع فقر الدم وفي الوقت نفسه يمكن ان يساعد على منع تجلط الدم بشكل اسرع في اجزاء مختلفة من الجسم يمكن استخدامه كعلاج للالتهابات سوف تحتاج الى تناول مضادات الالتهابات ومضادات الاكسادة لكي تساعدك في التخلص من الالتهابات بدلا من تناول الادوية يمكنك استهلاق كمية كافية من الزبيب لكي تساعدك في علاج العدوى كما ان العناصر الغذائية مثل البوليفونوليك التي توجد في الزبيب منسؤول عن خفض عرض نزلة البرد وانواع اخرى من الامروضة تقليل الحموضة هناك اوقات كثيرة في رمضان تشعر فيها بالحموضة وهذا يعني ان التمثيل الغذائي غير طبعية والذي ينتج عنه وجود المزيد من الاحموضة وتشكيل الغازات عندما تعاني من الحموضة فان الجهاز الهضمي ليس فقط الجهاز الذي يتأثر قد يكون لديك بعض المشاكل مثل الشعر والبشرة يمكنك تقليل ظهور هذه الاعراض عند الاستهلاك المنتظم للزبيب في رمضان يزد من النشاط والحيوية في كثير من الاحيان تشعر بانه لا يوجد لديك طوقة لمواصلة اليوم وعدم القدرة على اداء المهم اللازمة الكثير من الناس يعانون من هذه المشكلة في شهر رمضان بدلا من الحصول على مشروبات الطوقة يمكنك الحصول على حفن من الزبيب فهم عبئ بالسكريات التي تعطي دفعة من الطوقة للجسم من اجل الانتهاء من المهم الخاص بك وفي الوقت نفسه تعمل السكرية على تحسين صحة الجهاز المنعية تحسين صحة العين قد تحتاج عينيك الى رعاية جيدة لعينيك لان مشاكل العين ينتج عنها صعوبة التعامل مع المهم التي عليك تتطلب الكثير من الاشياء استخدام عينيك وبالتالي تصبح اقل انتاجية ولان الجذرة الحرة هي الجيني في مشاكل صحة العين يمكنك التخلص من هذه الجذور مدى عينيك بالبيتاكاروتين وفيتامين الف وهي عناصر جيدة لصحة العين تحسين العلاقة الحميمة لا يدرك الكثير من الاشخاص ان الزبيب يحتوى على الحمض الامني يطلق عليه الارجينين وهو المسؤول عن تحسين الرغبة الجنسية عند اي شخص هناك بعض الاشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب الذي يمكن ان يصبح افضل بعد تناول الزبيب صحة العظام مع التقدم في السن يواجه الكثير مشاكل العظام ويعانوا من هشاشة العظام واحد الاسباب وراء الاصابة بهشاشة العظام هي عدم استهلاك كمية كافية من الكاليسيوم الذي يحتاجوا اليه هناك مصادر مختلفة من الكاليسيوم يمكنك ادرجها في نظامك الغذائية من ضمنها الزبيب الذي يحتوى على المغذية الدقيقة التي تساعد في تحسين امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الوقاية من امراض القلب هناك عدد كبير من حالة الوفاء بسبب امراض القلب يمكنك التخطيط لتناول الزبيب من اجل تحسين صحة قلبك في الاساس يساعد الزبيب في خفض مستوية الدونة الثلاثية في الجسم وهذا ينتج عنه تحسين صحة القلب وهناك العديد من امراض القلب التي يمكن ان تتجنبها عندما تتناول الزبيب مثل النوبة القلبية السكت الدماغية ارتفاع ضغط الدم صحة الفم يحتوي الزبيب على حمض اللينوليك وهي مادة كميائية تساعدك في حماية الفم من نمو البكتيريا التي من المحتمل ان تضر اسنانك واللثة وفي الوقت نفسه يساعد الزبيب على منع تشكل البكتيريا في الفم قد يبدو غريبا ولكن عندما تناول الزبيب لفترة اطول يمكن ان يزيد من كمية حمض اللينوليك الذي يلتصق في الفم وهذا يعزز من البكتيريا الجيدة في الاسنان مقاومة السرطان السرطان واحدا من اسباب الوفاة كل عام عند الرجال والنساء ولازال الخبراء حول العالم يبحث عن علاج له ومن الامور التي تحتاجت القيمة بها لكي تحمي نفسك من هذا المرض هي تناول الزبيب بانتظام لانه يحتوي على المكونات الفعالة في التخلص من الجذور الحرة والتي تسبب في نهاية المطوف السرطان السكرية ذكرت العديد من الدراسات ان الزبيب يقال من استجابة الانسلين بعد الولادة مما يعني انه بعد تناول وجبة الطعام يؤسد الزبيب في تحسين مستوى الانسلين لان مجرد الارتفاع الطفيف في مستويات الانسلين يمكن ان يكون خطر جدا لمرض السكرية يقوم الزبيب بتنظيم امتصاص السكر من قبل الجسم حتى يصبح مستقر اكثر وهذا يقلل من فرص المضاعفة الصحية او حالة الطوارئ لكل الاشخاص الذين يعانوا من انواع مرض السكرية يساعد الزبيب ايضا في تنظيم الافراج عن الليبيتين والغريلين وهي الهرمونات المسؤولة ان يخبر الجسم عندما يكون جائع او ممتلئ الذين يتناولوا الزبيب باستمرار تحسن لديهم فرص الحفاظ على نظام غذائي صحية ومنع الافراطة في تناول الطعام مما يزيد من فرص العيش بشكل مريح مع مرض السكرية علاج فقر الدم يحتوي الزبيب على كمية علية من الحديد الذي يساعد بشكل مباشر على علاج فقر الدم كما انه يحتوي عن نسبة من فيتامين بي وهو انصر ضروري لتشكيل دماء جديدة كما ان محتوى انه حصل عليه في الزبيب يمكن من تكوين خلية دم الحمراء الحماية من الحمى يحتوي الزبيب على الفينول وهو من المغذية النباتية والمعروفة انها مضادة للجراثين والبكتيريا وخصاص مضادة للأكسادة هذه العناصر تعمل على حماية الجسم من الحمى ومكافحة العدوى الفيروسية والبكتيريا صحة البشرة الزبيب من العناصر المغذية التي تمد الجسم بالطاقة ويساعدك في الحفاظ على صحة البشرة على عكس الكريمية الموضعية فان الزبيب يحمل جلدها من الداخل عن طريق حماية الخلايا من اي ضرر فهو معباء بالفينول ومضادات الأكسادة التي تمنع تأثير الجذور الحرة من اتلاف خلايا الجلدة والكولوجين والأيلستين وهذا يساعد في تأثير ظهور عوامل الشخوخة على الجلدة مثل التجعيد الخطوط الدقيقة يحتوي الزبيب على مادة الريسفيراول وهي مادة مفيدة للغاية في الحفاظ على صحة الجلد حتى تزيل الخلايا السم وتنقية الجسم من السمومي كما انه يساعد في تحسين الخلايا الحمراء وهذا بدوره يجعل البشرة واضحة ونقية كما ان استهلاك الزبيب يساعد في تحسين وظائف الكبد مما يعطي بشرة متواهجة ونصيفة يساعد الزبيب ايضا في حماية الجلدة من ضرر اشعة الشمس لان المواد الكيميائي في الزبيب تحمي الخلايا من الضرر الناجم عن اشعة الشمس كما ان الاحمضة الامنية في الزبيب تعزز من تجديد الجلدة وتشكيل الحاجز وقائية ضد اضرار اشعة الشمس وهذا مفيد لمنع سرطون الجلدة صحة الشعر الزبيب غنيا بالعناصر المغذية للشعر مثى فيتامين باء الحديد البوتاسيوم مضد دوتالاكسادة وهي عناصر مطلوبة لتحسين حيلة الشعر فهو معبأ بالحديد والمغذية المطلوبة للحفاظ على صحة الشعر يتسبب نقص الحديد في الحصول على شعر بيت وغير ممتلك بالحيوية يحسن الحديد من تنشيط الدورة الدموية ويحفز من انتاج بصيلية جديدة وهذا يجعل الشعر قوي وصحية استهلاك حفنة من الزبيب يوميا تعمل على تعزيز الاوعية الدموية وهذا بدوره يقلل من قشرة الرأس حكت فروة الرأس ومنع التهاب فروة الرأس موت الخلايا ايضا يحارب الزبيب فقدان الشعر الناجم عن الأضروري البيئية يمنع استهلاك الأطعماء المضادة للأكسادة تصوقط الشعر لأن الزبيب يحتوى على العناصر الغذائية الأساسية في تعزيز صحة الشعر والحفاظ على نسيج الضوم وانتاج الكولاجين متابعين الكروم اذا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو واتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة ان شاء الله اشتركوا في القناة